نهاردة ستة ونص صباحاً اتحرك المزيع في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة فندق الماسة وبدأت الجلسة الخاصة بمشروع النهاردة أو الجلسة النقاشية الخاصة بمشروع النهاردة تقريباً الساعة عشرة المشروع القومي لتنمية الأسرة بص يا سيدي المشروع هو مهم وكبير ومحوري وتطبيقه ما فيهوش هزار يعني ما عندناش أي رفاهية على الإطلاق في أنه يتم تطبيق مقررات وتصورات وتوصيات هذا المشروع وهذه الجلسة النقاشية اللي تفضل فيها الرئيس بالكلام وتفضل فيها أيضاً دكتور مصطفى مدبولي طبعاً بعرض عام زائد مجموعة من الحكومة المصرية أو وزراء الحكومة زائد المشاركين في إدارة هذه الجلسة النقاشاء والمتحدثين فيها لكن أقولك أنا اللي شفته إيه؟ أنا اللي شفته كما هو معتاد آه هو كما هو معتاد بس النهاردة المسألة كانت مزهلة كما هو معتاد إيه يوسف؟ جراءت وجسارت وشجاعت ووضوح وجلاء سيادة الرئيس النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتهى الجرأة والشجاعة والجسارة المعتادة أيوة بس النهاردة الرئيس تخطى أسقفه في جسارته الذاتية والشخصية يعني عدا ما اعتدناه منه مفيش حاجة في مصر الرئيس ما تكلمش عليها بمنتهى الوضوح وبمنتهى المباشرة وبمنتهى الجسارة عارف معنى كلمة جسارة؟ عارف اللي هو يقولك إيه؟ ويواجهون العدو بصدور عارية؟ هو كده واجه كل المشاكل وتكلم عنها بمنتهى الوضوح والانفتاح أي مشكلة تيجي على بالك عارف يعني إيه الرئيس يعد يتكلم؟ بمنتهى الوضوح على أسباب تدهور وتردي الحالة المصرية إذا صح التعبير عارف يعني إيه الرئيس وهو بيتكلم بمنتهى الوضوح والشجاعة على ما حدث في 25 يناير سنة 2011 ويقول إنه الطبيعي إنه الناس كنت هتعمل كده علشان كذا وكذا 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 بس حد النقطة مهمة قال لك إن المشكلة إنه حطوا الدولة خصم وما كانش ده الصح لأنه للأسف اتبنى في الأزهان إن الدولة هي خصمك مش عدم الكفاءة هو اللي خصمك مش الفساد هو اللي خصمك قال للناس ما كانتش عارفة ولا تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تتعلم ولا تتعالج حط كل الكلام ده وإنت قاعد أو أنا وإنا قاعد الحقيقة أنا بيت قاعد عمال مخضوط من كم الأرقام اللي يمكن ذكرها دكتور مصطفى مدبولي ذكرتها الدكتورة هالة السعيد ذكرتها الدكتورة نيفين القباج إلى آخره لا لا طبعا هو فيه رقم كبير لازم يفضل عالق في ذهنك بالمناسبة يعني هو أن اللي اتعامل في مصر من عشرات مئات آلاف المشروعات في سبع سنين تقريبا ستة ونص تريليون جنيه مصري اشتركوا في القناة